بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي في قناة انجليزي ابتدائي and إعدادي إن شاء الله النهاردة وصلنا لصفحة 60 من كتاب الأضواء كتاب جيم علينا lesson 3 الدرس التالت في الوحدة التانية ودرس التالت في الوحدة التانية إشهز الموضوعات let's be clean هيا نكون نظيفين lesson السمع point أشر أنسي وقل عندنا مجموعة من الكلمات النهاردة زي سلت سلت سلتة face face وجه face وجه her her شعر هنا السهمة بيشاورة على إيه شعر her هارف اله هنا ينطق her her أما دي hand hand yed hand yed clean 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 نظيف clean نظيف هارف سي هنا ينطق k k clean wash wash يغسل wash يغسل sh هنا تنطق sh wash wash ده v يعني verb fail معناه يغسل brush brush يعني يغسل أسنانه بالفرشاء ممكن نقول عليها يفرش أسنانه brush هنا حارف sh مع بعض دول يبقوا sh brush come come يعني يمشي تشعره يمشي تشعره طبعا حفل b هنا silent لا ينطق أوله come come هنا teeth teeth أسنان teeth أسنان حفل t h ده مع بعض ينطق th th هنقول الكلمة الثاني salat salata salat salata face وجه face وجه her her shawl her shawl hand yed hand yed hand yed clean clean نظيف clean نظيف wash يغسل wash يغسل brush يغسل أسنانه بالفرشاء ممكن نقول عليها يفرش أسنانه come يمشط شعره كام يمشط شعره تيث أسنان هنشوف هنا استمع وأكمل سلات دي كلمة سلات يعني سلاتة فيها حرف ناقص وهو حرف إيه أقول سلات هنا فيس يعني وجه عايزين حرف سي أما هنا تيث يعني أسنان ناقص حرف إي هنشوف صفحيك بواحد وستين بيقول لسن استمع read اقرأ and say وقل I wash my hands يعني إيه الكلام ده هنأخذ بواحدة واحدة I wash my hands يعني يدي I wash my hands أنا أغسل يدي يلا ممكن نقولها مع بعض I wash my hands أنا أغسل يدي I wash my face أنا أغسل واجهي هنا الولد بيغسل إيه واجهه يبقى بيقول I wash my face أنا أغسل واجهي أما البرنوتة دي بتقول إيه I calm my hair أنا أمشط شعري أنا أمشط شعري هنا I wash the salad يعني أنا أغسل السلطة I wash the salad أنا أغسل السلطة الولد ده بيعمل إيه يغسل أسنانه يعني إيه I brush أنا أغسل أو أفرش I wash my teeth أسناني هنقول تاني قول الحاجة دي هنقول هنا البنوتة دي بتعمل إيه تغسل إيديها هتقول إيه I wash my hands I wash my hands أما ده بيغسل واجهه هايقول إيه I wash my face I wash my face أما البنت دي تمشط شعرها هتقول إيه I calm my hair I calm my hair البنوتة دي بتغسل السلطة هتقول I wash the salad I wash the salad هنا الولد بيغسل أسنانه بالفرشة هايقول إيه I brush my teeth I brush my teeth هنا بأدنوت لاحظ أني عرف البي هنا في calm لا يمطق silent صفحة 62 فيها practice تدريب on lesson 3 على الدرس التالي look on the read اقرأ and circle وضع دائرة هنا البنوتة دي بتعمل إيه تغسل السلطة هنقول هي هتقول I wash أنا أغسل أغسل إيه the salad الصلطة ولا the face الوجه لا طبعا عند أغسل السلطة يبقى ازا سلاة طبعا عند أغسل السلطة يبقى ازا سلاة نضع دائرة نضع دائرة طيب هنا I wash my أنا أغسل يبقى ايه واجهه الوجه يبقى ايه اهي face أغسل واجهه 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 أغسل يبقى ايه واجهه واجهه انا أمشط امشط ايه هر شعري ولا my hands يدي طبعا my heart يمشط شعري أما هنا number two بيقول لك انظر read اقرأ and complete وأكمل عندنا صورة فيها ايه الولد بيعمل ايه بيمشط شعري يبقى هيقول ايه يمشط يعني ايه come come اللي احنا قلنا عليها اهي come الفعل come يعني يمشط وقلنا حرف الbe silent لا ينطح هنا البنوتة بتعمل ايه بتغسل يديها هتقول ايه i wash انا اغسل my ايه my hands صح bravo عليكم ايه بقى دي hands يعني يدي i wash my hands انا اغسل يدي طيب number three بيقول ايه trace the following يعني تتبع الات هتمشي بخط الجميل هنا بالقلم الرصاص على i wash my face انا اغسل وجهي صفحة ثلاثة وستين بيقول test yourself اختبر نفسك on lesson three على الدرس التالت الدرس التالت في الوحدة التانية هنا بيقول lesson and number the pictures يعني استمع ويرقم الصور هقول هنا جمل كل مرة هقول جملة انت هتقول الجملة اللي انا قلتها دي هتاخذ انهي صورة ورقم كام هنكتب عندها رقم يعني انا هنا هقول ايه i wash my hands i wash my hands فينها اهي البنوتة دي تغسل يديها هنجيب القلم كده وهنخلي هنا number one هي دي الجملة الاولى اللي احنا قلناها طيب نسمع كده الجملة التانية بتقول ايه i brush my teeth i brush my teeth فينها ولد بيغسل اسنان وهو يبادي number two شوف number three بتقول ايه i come my hair i come my hair فينها انا امش تشعري هيا دي number three اما number four بتقول ايه i wash my face i wash my face يعني انا اغسل واجه هذه الصورة number four هي الولد بيغسل وجه تشوف هنا reading القراءة بيقول read and choose اقرأ واختر i wash انا اغسل ها اقول he face ولا my face عايز اقول انا اغسل وجه ها اقول hey i wash my face هذه my number two i brush my انا وفرش او اغسل بالفرشة اللي اغسله بالفرشة my teeth اسناني ولا my face ينفع اغسل واجهي بفرشة لا my teeth اسناني number three i i come i come ولا i wash ز salat الصلطة دي هنعمل لها come come يعني يمشط ولا wash يغسل لا يغسل خلص سلطة نغسلها يبقى اقول i wash انا اغسل number four i انا هقول wash اغسل ولا come ومشط my hands يدي اليدين هعمل لها ايه هغسلها ولا همشطها لا طبعا wash يعني اغسل اما هنا بwriting الكتابة rearrange يعني اعد الترتيب and write واكتب عندنا جملة فيها كلمات مطلخبطة هنعب ترتيبها ونكتبها صح انا اول حاجة عايز اكتب ده اللون احمر هنا اي 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 يعني اي انا هنبدأ باي انا طيب هقول انا انا بعمل اي انا عايز فعل هعمل اي هنا come come يعني ومشط طيب ومشط اي my her يعني شعري هادي my بعد كده her يبقى الجملة على بعضها اي i come my her انا ومشط شعري هنكتب هن number two salat هي اي salata i انا the معنى ال wash يعني اغسل هبدأ باي اي هي انا طيب انا اعمل اي i wash انا اغسل اغسل اي the salat ال salata يبقى ناخد the وبعد كده salat i wash the salat هنكتب هن number three i انا teeth يعني اسنان my بعد كده brush brush هي الفرشاة هقول اي i i بعد كده brush اللي هو اي هي اغسل بالفرشاة يبقى هنبدأ باي يعني انا انا اعمل اي اغسل بالفرشاة يعني brush brush اي my teeth اسنان هنقول my بعد كده teeth يبقى i brush my teeth انا اغسل اسناني يلا نشوف number four بتقول اي face وجه wash يغسل i انا my هنبدأ باي يعني انا طيب انا بعمل اي i wash انا اغسل 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 اي my face يعني my بعد كده face يبقى i wash my face انا اغسل وجهي هنشوف بعد كده خلصنا كده اليونت هنحل على كل اللي احنا اخدناه فيها انت ممكن تاخد استراحة تراجع التلات دروس اللي احنا اخدناهم عشان تقدر تحل معانا هنا صح بيقول general practice يعني التدريب العام on unit 2 على الوحدة التانية look and complete انظر واكمل عندنا صور وكل صورة تحتها كلمة والكلمة دي فيها حرف ناقص زي اي مثلا هنا اي دي نوز نوز يعني اي همز عايزين حرف اي حرف اس وطبعا احنا عارف الاس هنا ينطق ز هقول اي نوز نوز طيب هنا السهم ده بيشور على اي على الرقبة رقبة يعني اي نك رقبة اما الولد ده احنا خلاص عرفنا اسم اي اسم هاني عايزين حرف y هنا اليد اسمها اي hand hand عارف اله hand يعني يد كده كملنا كل الحروف number 2 بيقول read and numbers pictures يعني اقرأ ورقم الصور عندنا جمل وعندنا صور اول جملة بتقول اي i touch my nose انا المس انفي فين الصورة اللي فيها حد بيلمس انف مين هي دي يعني دي اللي هاتب number 1 i touch my nose هو ده number 2 i come my hair انا امشط شعري فينها هي البنوتة دي هي اللي بتمشط شعرها number 3 i brush my teeth i brush يعني انا اغسل بالفرشات my teeth اسناني فين اقول ولد اهو مع فرشة يغسل اسنان وتبقى دي number 3 اما number 4 this is my eye هذه عيني هذه الولد بيشاور على عينه بيقول this is my eye هذه عيني number 3 هنا you read and sort يعني اقرأ وصنف ازاي عندنا صور تحت تحتها كلمات هنشوف كل كلمة تبدأ بايه وهنكتب ها تحت الحروف بتاعتها طيب الكلمة دي اسمها ايه nick يعني رقبة بتبدأ بايه حرف ال h ولا n طبعا حرف ال n يبقى تكتب هنا nick يعني رقبة طيب هنا كلمة ايه دي her her يعني شع يبدأ بحرف a h or n طبعا h الصوت her her يعني شع اما d دي مين دي كلنا عرفينها hana hana بتدينا الصوت h يعني حرف h يبقى هنكتب هنا hana بس طبعا لازم نكتب بحرف capital طيب اما الكلمة دي اسمها ايه nose nose هتبدأ بحرف ال n علشان كده هنكتب هن nose تدينا الصوت n nose شو صفحة 68 وستين بيقول look and color يعني انظر ولون is it a good behavior هل هذا سلوك جيد هنبص على كل صورة لو لقينا السلوك دا جيد هيبقى نلون الدايرة دي دوائر دي بلون اخضر لو السلوك جيد يعني yes لو السلوك دا خطأ هنلون الدايرة بتاعته باللون الاحمر يعني no هنا شايفين اول صورة دي فيها بنت اه شعرها منكوش وشها كله في اتساخات والهضوم كمان يبقى يبقى دا اه good behavior لا دا bad behavior يعني سلوك سيء طالما سلوك سيء ايبقى هنلون دي باللون ايه الاحمر بس انا ما عنديش الوان انت هجيب الوانك وهتلون في كتابك تلون الدايرة دي باللون ايه الاحمر يعني no دا مش سلوك جيد اما البنت دي بتعمل ايه تمشط شعرها يعني طالما بتمشط شعرها دا سلوك جيد ايوه يبقى هنلون دي باللون الاخضر دا بيعمل ايه بيغسل اسنان ايه ايه برش my teeth اغسل اسنان يعني سلوك صح يعني الدايرة دي هنلون ها باللون الاخضر اما دا دا بيأكل طعام صحي يبقى بردو باللون الاخضر يعني yes دا صلوك صحي هنشوف هنا بيقول انسكرامبل اند رايت يعني قعد الترتيب واكتوب عملنا صور تحت كل صورة في كلمة حرفها مطلخ بطا هنعمل ايه هنعيد ترتيب الحروف صح دي ايه دي اير اير يعني اذن هادي اير طيب الولد دا اسمه ايه هاني هاني هادي هاني كتبنا اسمه بطريقة صحيحة طب دا في ايه سلات سلات يعني صلات دي ايه سلات صلات دي ايه هاند هاند يعني يد ايه دي الترتيب الصحيح لكلمة هاند يد هنا نابر سكس بيقول انظر اند واكتوب كل سهم بيشاور على حاجة في الجسم هنكتبها هن السهم دا بيشاور على ايه nose هادي nose يعني انف nose انف طيب السهم دا بيشاور على ايه number 2 على الاذن ااذن يعني ايه ear يعني اذن طيب دا بيشاور على ايه الفم فم يعني ايه mouth يعني فم. طيب اما السهم ده بيشار عليه اليد يعني هامد. صح كده. كلنا حفظين الكلمات الجميلة والبسيطة دي. نشوف بعد كده صفحة تسعة وستين بيقول لك انظر اقرأ واكمل. الولد ده بيعمله بمشط شعر. هيقول ايه? انا ومشط شعري. ومشط يعني ايه? يعني كام. سهلة جدا. واحنا قلنا حرف بي ده لا ينطق. سيلنت. كام. اما دي بتغسل وجهها. يغسل يعني ايه? واش. هيبقى هدول اي واش. واش يعني يغسل. اي واش ماي فيس. انا اغسل وجهي. نمبر ايه بيقوله. ري ارانج ان رايت. قعد الترتيب واكتب. عندنا جمل فيها كلمات متل اخبطة. هنعيد ترتيبها بطريقة صحيحة. وهنكتبها هنا. هنا سالات. يعني سلطة. واش. هيغسل اي. انا ذا. معناها ال. هنبدأ بايه? اي. يعني انا. طيب انا انا اعملي اي واش. انا اغسل اغسل ايه? ذا سالات. السلطة. هذه ذا. بعد كده السلطة. وهنكتبها هنا. نمبر تو. ماي. اي يعني عين. is the verb to be. this يعني هادا. هنبدأ بايه? this يعني هادا او هاده. يجي بعدها. verb to be. الهو is. this is. هادا هو ايه? my eye. هادهي هي عيني. ايب هنقول my. بعد كده eye. this is my eye. هادهي عيني. نمبر فور. your. touch. المس. nose. انف. عايزي يقول ايه? touch. touch يعني المس. هقول للمس ايه? your nose. and your. بعد كده. nose. touch your nose. يعني المس انفك. نمبر فور. my. eye. يعني انا. hands. يعني يدين. واش. اغسل. عايزة اقول ايه? i. انا. انا بعمل ايه? wash. يعني اغسل. اغسل ايه? my hands. يعني يدي. اقول my. بعد كده. hands. يعني اقول الجملة. i wash my hands. انا اغسل يدي. نمبر لاين. بقول trace. the following. يعني تتبع الاتي. النقاط دي. هنمش عليها بالقلم. الوصص بتاعنا بخطنا الجميل على نفس النقاط دي بالسطر. وصلنا كده الاجمل حاجة كلنا بنحبها صفحة سابعين هنا اللي هي ايه? assessment. assessment هو التقييم او الواجب المنزلي. التقييم بتاعنا. هنقيم نفسنا بنفسنا. هنا بيقول ايه? طبعا دي على الوحدة التانية كلها. listening. استماع. listen and serve. استماع وضع دائرة. هنا عندنا صورة في سهم بشكل نشاول. على ايه يا طرى? mouth? الفم? ولا nick? رقبة? لا طبعا. nick رقبة. صح كده. طيب هنا. eye ولا hand? الرسم ده صورة اي دي? eye? عين? ولا hand? يد? لا. eye. eye يعني عين. طبق ده في ايه? salad? سلطة? teeth? اسنان? طبعا في salad. يعني صلطة. اما الصورة الرابعة دي. هل يا طرى هي ايه? eye? عين ولا hand? يد. طبعا. hand? يد. كلها حاجات سهلة واحنا كلنا شطرين. يبقى نحصل على اربع نجوم. اربع نجوم. شوف number two. بتقول ايه? listen and complete. استماع يا هاني. هقول له اعمل ايه? touch your nose. يعني المس انفك. يبقى انت سمعتني قلت كلمة touch. ايه? دي touch يعني المس. B هقول this is my nose. هاني كده هاي شاور على انفو. يقول this is my nose. لو انت كتبت الكلمتين دول صح. هتحصل على نجمتين اتنين. بعد كده reading القراءة. number three. read and put right or wrong. يعني اقرأ وضع صح او خطأ. هنبص على الصورة والجملة بتاعتها. لو هي تنطبق عليها هنضع صح. لو هي لا تنطبق هنضع خطأ. هنا الولد بيشاور على ايه? على الفم. طيب. هيقول this is my mouth. هذا فمي. صح كده. يبقى هو فعلا بيشاور على mouth. الفم. عشان كده هنضع هنا write. اما ده بيقول I come my hair. انا ومشت شعري. وده بيمشت شعره? لا. ده بيخسل وجهه. يعني wrong. العبارة خطأ. طيب هنا. او ممكن نقول false. يعني برضو خطأ. I wash the salad. انا اخسل الصلطة. البنطة دي بتعمل ايه? بتخسل الصلطة. يبقى دي write. يعني صح. touch you ear. المس اذنك. هي البنت دي بتلمس الاذن? لا. يعني ايه? wrong. خطأ. ممكن نقول false. يعني برضو خطأ. لو انت عملت على مادي زي كده هتخسل على اربع نجوم. number four بتقول read and match. اقرأ واصل. هنا number one بيقول I come. يعني انا انا همشت. همشت ايه طرح? my teeth as nanny? ولا your mouth? ثمك? ولا my hair? شعري? ولا is my eye? عيني? لا. طبعا همشت شعري. يعني my hair? number two. this يعني هذا. and all this ايه? this is my eye. عشان this هي ورها is. this is my eye. هذه عيني. number three I brush. I brush يعني انا اغسل بالفرشات. ايه اللي باغسله بالفرشات? my teeth as nanny. touch. touch. يعني المس. المس ايه? your mouth. touch your mouth. المس. فمك. صفحة 71 فيها writing الكتابة. number five بيقول look and complete. انظر وهكمل. عندنا صور تحت كل صورة في كلمة. الكلمة دي ناقص منها حرف. طب ايه هو الحرفية ترى? هنا بيقول wash. wash يعني ياغسل. طبعا احنا عارفين الاني. wash فيها s و h اخر حاجة. وهما الاثنين بينطقوا sh. sh. her. her يعني شعر اولها حرف h. honey. honey. ده اسمه ولد. يعني لازم يبدأ بحرف كابتل. هاني. حرف ال h. دي ايه? hand. hand. عايزين حرف n. لو انت كملت الحرف زي كده. هتاخد اربع نجوم. ادن نفسك اربع نجوم. number six. look. انظر. read. اقرأ. and complete. واكمل. البنت دي بتقول ايه? this is my. هي بتشاور على ايه? بتشاور على. بتشاور على العين. بتقول this is my. hi. hi. يعني عين يبقى هتكتب كده. hi. اما دي بتعمل ايه? بتديه? بتغسل يديها. يغسل يعني ايه? wash. هذه wash يبقى هتقول. i wash my hands. انا اغسل يدي. طيب الولد ده بيغسل الاسنان. طيب هيقول ايه? i brush my. ايه? اسنان يعني ايه? يعني teeth. اسنان. number four. touch your المس. المس. ايه بيلمس ايه ده? face. الوجه يبقى. touch your face. المس وجهك. number seven. try the following. يعني تتبع الاتي. هتاخد المك الرصاص الجميل. وهتمشى على النقاط دي. وتقول we are happy. يعني نحن سعداء. كده خلصنا الوحدة التانية. علينا كل اللي عليها. انت في التمرين ده. هتحسب كل النجوم اللي انت حصلت عليها. وهتعرف انت اخدت good. ولا very good. ولا excellent. ان شاء الله كلنا يبقى واخدين excellent. ممتاز. تابعنا ان شاء الله. انت وكل اريبك وحبيبك من اولى اتدائي لتلت سنوي على قناوتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.